أيضاً وأرحب أيضاً بسيد أكرم زيدي رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أهلاً بك سيدك طيبة سيدتي أو الأمين العام الأمين العام الفيدرالية يلاً وأهلاً كذلك بسيد بختي أحمد رئيس لجنة التقنية والإعلام للااتحاد العام للمجتمع المدني أهلاً بك أنا بك شكراً لك أيضاً إذن كنا نتحدث لربما فيه الكواريس عن إنشاء شبكة وطنية لمكافحة الفساد سيد سلامي هل لكم أن تشرحوا أكثر حول هذه الشبكة حتى يتمكن المواطن الجزائري من فهم دور هذه الشبكة؟ شكراً شكراً أولاً على الدعوة لتحتفل فرصة باش أشوف سيحمد بختي اليوم صديق وسي أكرم اللي كنت لقينا ساعة مليحة إنشانية يعني بدل من أنك مهتم شأن الاقتصادي إلى قضية النضاء وكذا في المجتمع المدني أنا بحكم كنت أصلاً كنت عندي تجربة سنوات خدمت في ديوان المركز اللي قمع الفساد دونك تسكي لاشنال جوريديك يعني هذا كل رصيد من القانون الموضة القانوية دونك تبقى المجهودات اللي رح تبذل فيها الجمهورية لكل حال الدولة يعني في هذا الإطار في إطار الشراك الفاعلين الحقيين في قضية محاربة الفساد اليوم الآن رح مصارو ثلاث ركائز يعني هي الدولة اللي هي الإدارة الاقتصاد يعني رجال الاقتصاد رو حاضر معنا سيد أكرم وأيضاً المجتمع المدني أنا تشترافت قلت لك بسيد أحمد بختي اللي يروى راه يعني مسؤول مسؤول يعني بتجربة في الاتحاد العام للمجتمع المدني جزيلي الشيء اللي يصرع منذ أربعة أيام اللي هو الملتقى الكبير اللي كانت تحت رعاية يعني تحت إشتراف السيد مستشار رئيس الجمهورية للمجتمع المدني والجالية سيد نازيه برندان ومن تنظيم وإشتراف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافعته كانت تبعاته عملية تكوين في صفة ورشات عملية تكوين سلسية تكوين ماذا تكوين مسؤولي الحركة الجمعية يعني رسال الجمعيات والأمانة العامون وكذا كانت استضافتهم المدرسة الوطنية للتخطيط ليس جيبي كانت استضافتهم مثل تيام في برنامج ثري جدا لأولا توضيح الصورة تعريفهم بمؤسسات مكافحة الفساد وأيضا أنواع الفساد واشنو الشيء اللي يقدر يدخل في الفساد وفي الأخير كيفيات وطرق وآليات يعني المساهمة كمجتمع مدني في محاربة طاهرة الفساد اللي هو مزال مستمر حتى الجمعيات إن شاء الله يبقى أنه على كل جزائر خاصة الفاعلين في المجتمع المدني يعني تصير عنده هذه الحساسية من الفساد ويصير عنده هذاك الواجب أنه يحارب هذه الظاهرة لأنه كاميرا نشوف الفساد وكان نعرف بليرها في كم مستويات يعني كل في موقعه يساهم في قضية مكافحة الفساد بالمجهود اللي يقدر عليه ما زالت المنظومة القانونية ستدعم بقانون حماية الشهود وحماية المبلغين وكذا باش الناس ما توليش تخاف من أنه يساهم أو يبلغ أو يخاف من بعد على ردة الفعل انتاع المفسدين أو حتى قصر يد القانون لحمايته إذن ما زالت الورشة مستمرة إن شاء الله لأول مرة لأول مرة كين نظرة في قضية هيكلة هذا المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة في ماذا تهيكل في قضية الشبكة قلنا الشبكة الوطنية للنزاها وأيضا المرصد اللي كانت تكلم عليها السيد المستشار إذن ستخلق حيئات تهيكل الحركة الجمعوية كفاعل حقيقي وكالشريك في العملية عملية مكافحة الفساد طبعا نتحول بسؤالي فقط إلى أكرم بما أنك الأمينة العام للنقابة أو الفيدرالية الوطنية لمقاولين الشباب يمكن أنه الآن المشاهد يتساءل ما هو دور هذه الفيدرالية نفتح هنا فقط قوسا رئيس الجمهورية لما قال أن الفساد ينخر الاقتصاد الوطني خير دليل على ذلك والمقاولين الشباب الذين لربما وجدوا الكثير من العرقيلة البيروقراطية ولما نقول العرقيلة البيروقراطية أكيد سنربطها بالفساد طبعا أولا أحييكم ثانية مشكورون جد وسعيد بلقائي معكم اليوم تحية طيبة لكل مشاهدي الكرام فيما يخص مشاركتنا في هذه الأيام التكوينية نحن كفيدرالية وطنية مقونية شباب كشركة الشمعيين نقابة نمثل أصحاب المؤسسات المصغرات الذين استفدوا في ضر أجهزة الدعم الدولة هذه الأجهزة التي لديها مدة كبيرة وهي تدعم الشباب حميل الأفكار حميل المشاريع وحتى المستثمرين الشباب مشاركتنا في إطار هذا التكوين كشركة الشمعيين جاء أولا ليكون الطلاع حقيقي للفساد لأنه لما نعرف أن الفساد لديه تعريف تعريف الفساد بش نوضح الصورة للمشاهد الكريم أنه الإخلال بالقوانين وممارسات تذر كل المجالات والقطاعات سواء على الصعيد السياسي الاقتصادي والاجتماعي وبالأخص الصعيد الاقتصادي خاصة ما نعيشه اليوم من تطورات وأحداث واقعة على الساحة الاقتصادية من نهب للمال العام حقيقة للفساد خصائص للفساد خصوصيات التي اليوم تعرفنا عليها من خلال هذه الدورة التكوينية مع كل الشركاء الاجتماعيين من جمعيات من منظمات من نحبات فاعلين على الساحة الوطنية على ساحة المجتمع المدني لما قلوا فاعلين هذوم الشركاء الاجتماعيين لذيهم بصمة في إنعاش ساحة المجتمع المدني نرى سيد الرسول الجمهورية هو يسعى مع التقم الحكومي لرساء وتسيد مبدأ الديمقراطية التشركية هذا المبدأ الذي كان مغيبا لعدة سنوات وحقيقة كانت الساحة فارغة ولكن للأسف اليوم في مرحلة جديدة لأننا كشركاء الاجتماعيين ندخلوا في خضم هذه السياسة الجديدة في المساهمة في تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والتي أساسها الابتعاد عن كل الممارسات السلبية من بينها الفساد من بينها البيروقراطية من بينها الرشوة والابتساز إلى غير ذلك هذه أذرع الفساد طبعا أذرع الفساد لما نرى أن المجتمع المدني أو أطياف المجتمع المدني من تنظيمات وجمعيات فاعلة على الساحة التي لديها دور كبير في أولا الوقاية من الفساد وهو المرحلة الأولى قبل الفساد وثانيا الفساد في حالة ما إذا انتشار في أواصط المجتمع مشاركة والدور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد أساس هذه المشاركة هو نشر ثقافة نبذ الفساد لأنه لما نعرف حقيقة هي كل الأمور ثقافات في الرياضة ثقافة في الفساد ثقافة على كل أصاعداء ثقافات نشر ثقافة نبذ الفساد للمجتمع المدني دور كبير في نبذ الفساد وفي نشر هذه الثقافة من خلال أيام التحسيسية من خلال الحمالات التطوعية من خلال أيام الدراسية لأنه يعتبر المجتمع المدني هو الرابط الأساسي ما بين السلطة والمواطن على مستوى قاعده وهذا ما كان يركز عليه رئيس الجمهورية بخصوص إشراك المجتمع المدني نقول في المشهد السياسي المشهد الاقتصادي وكل ما تعلق بهذه المجالات هل يمكن القول السيدة بختي أن تغييب المجتمع المدني خلال السنوات الماضية هو ما جعل أن الفساد يتفاقم أكثر وهذا ما سجلناه في سنوات وهناك نقول أن المواطن الجزائري فقد ثقته في مؤسسات الدولة أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرك للدعوة شكرا رحب لزمانة والإخوة وبالمشاهد للقناة رحب تتصل فيها نشفتها عد الفلاح البسيط تأكد رحب دير دير لدش وبعد خدام في الفلاح خدام رح يخزر فينا اليوم وكيف يأعمق نقطة في الجزائر يعني إحنا نشكره قناة النهار أولا ثانيا بالنسبة للمجتمع المدني الجزائري نطرحه سؤال آخر أو يزكي كنامك وهو أين نزاهت الفرد الجزائري من أخذ النزاهة من الفرد الفرد اللي كان مثال الفرد اللي استطاع أنه ما يقراش يحرر وطنه كيف استطاع أنه يتعامل ويخلق شبكة فساد وينظر لها وسكت هذا هو الإشكال إشكال هنا إذن لما إحنا نرى أن المبادرة من الهيئة الوطنية الوقاية من الفساد مكافحة حضر لها تسعين جمعية يعني أنه كان قبول من المجتمع المدني يريد يريد مكافحة الفساد والدعوة إلى الأخلاق نرجع للأخلاق الإنسان البسيطة أنا أدرك بلغة الحقيقة إنسان بسيطة حاوز يسرق قهوة وما تقول له شتياش كونه لما نتروح ودير كذا وبيقوا وسينا نعطي لك كلمة أخرى ممكن تفكروا فيلم تابوبقرة ورا يفهموا الجزائري مليح لما تخلى العاصمة كان يدور ورا تفكروا فيلم تركها كان يمشي في الجزائر بلس اللي يروح ليه يحاوزوه إلى جل هندام تلاقى معه الكوردوني قالوا دي البسكوستيم هذا الروح ودخل لما تخل الحارس ذاك دخلوا المدير كدخل المدير المدير قال سيدها مرحبا هكذا هذرا عاد داخلها في فساد تخبر قراطية ودخل كذا قعد بوبقرة كذا في فيلم الله يرحمه قالوا المدير قالوا وش تفضل وش تحوس قالوا بوبقرة نطق المخلوق قالوا مهوش فهم قالوا خديماء كلمة خديماء خليتوا حاوزوه المؤسف هذا وجه من أوجه الفساد أوجه الفساد نعم في الجزائر الحجرة لما نحقرنا إنسان ما نعطيهوش حقه المجتمع المدني نال حظه من الحجرة يمكن نقول أنه المحسوبية من بين الأسباب التي جعلت المواطنين فقدر ثقة في مؤسسات الدولة سنعود فقط للقاش أكثر حول هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل لشاريم مشاهدنا يبقوا معنا سيد سلامي وكذلك سيد أكرم زيدي والسيد بغتي أحمد أبدأ معك مرة أخرى سيد سلامي إذن هذه الشبكة لا تظن فقط يعني مكافحة الفساد ولا حد يعني حتى فيها أن هناك ثقافة محاولة لإرساء ثقافة أو ترسيخ ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري شوفي هذا هو لك أشيالي كني دور في ذهنت يقول مطرحي السؤال لماذا؟ لأنه رح دايما يبقى المجتمع المدني كشريك شريك معناوي منوط بقضية إعادة أخلقت المجتمع الجزائري المشكلة الكبيرة اللي رح صار هذا عدم المساهمة في قضية مكافحة الفساد هي تعود ترجع للفرد الجزائري كنا نتكلمه في الكواليس ترجع للإنسان في حد ذاته لماذا؟ والسبب هو نعدام ثقة لأنه كاي الناس عندها تجارب دخلت حتى بصحابة أنه رح بلغ أصبح بين عشرين وضحاء أنه متهم متهم بالقذف متهم بالجوشية الكذبة وكذا إذن أنا في التدخل تعالي قلت لك أنه الإشكال الكبير هو الأرمادة القانونية لي يخرج قانون حماية المبلغ أو حماية شهود أولا وحماية المبلغ بقضية الفساد بش يولي كل مواطن من محله يساهم في مكافحة الفساد ويساهم في حماية المال العام والصالح العام والمصلحة العام والمؤسسة العمومية وحماية حقوق الناس أيضا حتى ولو نقوم بمحاربة الفساد محاربة مت يعني سواء بالوقاية قبل وقوع عمل الفساد أو في القمع كما رح صالحي مع الدول المركز قمع الفساد قمع بعد وقوع عمل الفساد تبقى العنصر الأهم وهو الفساد الأخلاقي لأنه خلال هذه العشريتين خلال العشرين سنة تقريبا نقول أكثر من العشرين سنة صار عمل إفساد أخلاقي في المجتمع الجزائري هذه البناء المجتمعاتي الجزائري الأخلاق اللي نعرفها قاعدت ربنا عليها وكبرنا عليها الآن صارت غائبة ومغيبة وصار الإنسان اللي يلتزم يبن غريب يبن طفر في المجتمع البلح كنا ضيوفة عند إنسان أديب وكاتب وإنسان تاريخي وإنسان إطار في الجمهورية الجزائرية كان يكلمنا باللغة العربية كيتخلنا البتاعة وكلمنا باللغة العربية الفصحة صار الأمر أنا حسين قلتها له في شقته أنه كأني أنتلي غريب مش إحنا وفي حين أنه إحنا الغربان يعني ما تكلمش لغة العربية الفصحة يعني صارت الأمور الجيدة المستحسنة المحبذة صارت طفرة إذن قضية المجتمع المدني نعوده ككتلة المجتمع المدني لازم يعمل على جانب إعادة هذاك البناء المجتمعي والأخلاقات المجتمع الجزائري يعني الإشكال وين إشكال تقبل فكرة أنه هذه ظاهرة خاطئة وهذا السرطان وهذا ضرر وهذا رح يرجعنا الوراء كجمهورية كأمة لازم نحاربوها أخلاقين يعني بناتنا لازم نعود أخلاقين لما نتخلم أنتخلوا على الأنانية طبعا في الأفراد أنا هذاك الأنان نتخلى عليه وكل إنسان يعتبر هو حجرة في بناء اللي هو يسموه البناء المجتمعي كل إنسان عنده دوره عنده قيمته مهما كان يعني في المستوى الذي فيه في المستوى الأسفل في المستوى متوسط في المستوى الأعلى كما سأقول في الجمهورية هذه لازم يعرف لأنه عنده دور في الإصلاح أولا تدارك تدارك الوضع ثم الإصلاح ثم إعادة بناء هذاك المجتمع المؤدب المخلق اللي عنده مبادئ عنده قيم عنده كذا بعد بشرح القضية الفساد المالي لأنه نجي في لخ الفساد المالي هو فساد عيني يعني نقدره بالقانون نقدره بهذه المؤسسات اللي يتكلم نقدره نحاربه لكن المشكلة المشكلة أنه هذاك المفسد والفاسد يبقى لأنه قضية أخلقت الناس أخلقت مجتمع أخلقت فكرة أخلقت السلوك أخلقت الكمبرتومات أخلقت هذه العلاقات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة يجب أن نعود لهذه الروابط روابط الاحترام روابط الحماية روابط تحسب مسؤوليتك من تجاه المجتمع هذا تحسب فعليتك نظن أعتقد أنه المجتمع المدني مهمته الآن هي التحزيز في القاعدة كفاعلين في المجتمع كما كانوا يحسوا في الانتخابات وفي هذه الاستفتاءات وفي كذا تحتاجهم السلطة أنهم يحسوا الناس يروحوا يديروا الحاملات وكذا الآن يحسوا بخطر الفساد وضرورة تخلص شيء جميل لأنه نكافحوا الفساد خاصة أنه روا ينخر كما قلت كل المجالات المتعلقة طبعا لكن شيء جميل لما قلنا ماذا بنا يكون هناك ترسيخ لثقافة التبليغ بالمقابل المواطن اللي رأوا يشاهد فينا لما يفكر أنه يبلغ فهو قبل ما يبلغ رح يفكر في نفسه وقول لو أني بلغت رح يصروا لي مشاكل كما يقول طبعا فكيف ستكون يعني لو أنه يبلغ هل هناك قانون يحمي المبلغ من خلال هذه الشبكة من خلال الهيئة أيضا وأنا تسمح لي أستاذه هذا الدور والصلاة وهنا نشير فقط لكل موظف في الإدارة لأنه نشوفه بعض يعني كمثال فقط موظف أقل درجة من المدير ديالو لما يبلغ أنه المدير ديالو فاسد فالقصة ستحضر على الموظف من خلال هذه الورشات من خلال يعني نقوله ترسيخ ثقافة التبليغ كيف ستحمي المبلغ ولما نتحدث على الفساد وخصيص الفساد الفساد منذ عصور لسهب الأمس قبل الأمس لما نتحدث كذلك على الفساد نشوف أنواع الفساد من فساد اقتصادي اللي هو فساد مالي سواء كان فساد كبير أو صغير فساد سياسي فساد إداري بالعودة إلى أسباب الفساد السبب الأول والأساسي هو تدني المستوى المعيشي وانتشار للفقر والجهل هذا أول سبب خاصة للجهل وللأسف للأسف هو بالموازات مع غياب ثقافة حقيقية للمجتمع الجزائري أنه لازمتنا نشاركه في بناء دولتنا من خلال التبليغ ولكن غياب كذلك ترسانة من القوانين التي تحمي المبلغ هذا ستبقي المبلغ أنه في حال تحفظ ما تخليه شي بادر ما تخليه شي تقدم بشي بلغ على الفساد كذلك غياب في بعض الأحيان نشوف أنه غياب إرادة سياسية للسلطات العليا في مكافحة الفساد وهذا الشي اللي اللي خليهم في المنصب اللي خليهم ذات امتداد كبير يعني لما نشوف أنه بش نكافحة الفساد نشوفه أسباب الفساد للقضاء قبل الوصول على الفساد يمكن أنه الجميع يتفق معي أنه من أول سبب بالنسبة للفساد يمكن أن نقوله أنه المحسوبية اللي يعاني منها المواطن الجزائري إشكال كبير إشكالك حطيتي ذك على الجرح نحن أدروها ببساطة خلينانا اليوم اليوم مسؤولك ما يدرج بنعمه ويقول لي ما هوش مليح يدير بنعمه هذا المحسوبية فهمي ناتيف العقلية الجزائري يدير بنعمه يا أخو يدير بنعمه ما هوش في مستوى يعني المحسوبية تركط الكفاءة منعادمة منعادمة ثانية العشوائية عشوائية ثالثا تحجيمية والتصغيرية يقول لك وين المشكل تيكا مجتمع مدنيجي تطرحي مشكل يقول لك وين المشكل أنا كاين واحد مسؤول رحت لي على تريستي الكعرباء رئيس قال لودي مده الكعرباء قال لبالنظل مستثمر عنده فلاحته عده زيتون وعنده أموره قلت له كيفما تطولوش تريستي قل لي قل لي قل لي وهذا سيد بكري وين كان قلت له شنها كان يخدم بالمزوت بالموتور قال لي ملا ما كاش خدام معناها نخدم أنا بالمزوت وكي نجح حفلحتي تكرملي بالتريستي تريستي أساسيا نبدأ بها هنا يا شوفي أنا أقول لك نعطي لك نديك للهدف لهيئة درتنا شبكة شبكة سمتها الشبكة الوطنية النزحة شبكة عيطة المجتمع المدني إحنا 90 واحد تكوننا التكوين التعناه هو التكوين المكويني لمحاربة الفساد نعم قرأنا القانون 0601 وفهمنا باللي يجب الوقاية إذا ما درقتيش الوقاية ما عندكش حل الذهنية اللي راح يتمشي وعلى هذا الأساس تم فتح نقوله باب إلكتروني لإشراك المواطنين في هذه الشبكة المشكلة كان مشكلة في الآليات أشكت لك كان بالآليات اللي تخلي المجتمع المدني كفاعل تخليها أنه يروح بطمئنان ويروح يعني الآليات هذه منها الشبكة الوطنية للنزاها الموقع أو منصة الإلكترونية أيضا المرصد لما يشوف أنه موحيك المجتمع المدني هذا كجمعية وكعنصر في الجمعية كأنه ما عنده حتى نية أي سيادة و جاء 90 واحد طبعا 90 واحد نية سيادة خلصت راهم و جاء وشني التكوين اسمع لي المقاطعة تكوين تكوين والأكل ما بيت وكذا خالص على اللي هي لكن أنا جيت مسافة ونجيها كذا أنا أعطيه لك كلمة بسيطة قادرنا أحضر هادرة أكذا ونعملها ونبدأ طبلا نحضر هادرة بمسيطة هادرة كاي اللي راه يوقف للعالم خدام في البروغرام وصباح يوقف للعالم أنا جيت نهار المؤتمر وقفت للعالم لأنني حاب العالم فولنتير على كلهم هما الجزائريين الآن نحن نتكلم كشعب جزائري الآن ما عندناش حل آخر من غير مكافحة الفساد بالإضافة برحل الأستاذ أنه عدم الالتزام بمبدأ الفصل ما بين السلطات هذا الشيء اللي راح يخل بين الأسباب الفساد وانتشار لأنه لما نشوف كما تقدمت المحسوبية إلى غير ذلك هذا داخل في عدم الفصل ما بين السلطات وهذا الشيء اللي راح يخلي هذا الفيروس هذا السلطات راح ينتشر سمحني سمحني سيب أغتي شوف بشرحه مباشرة المواطن وحتى الفاعل واللي هو يحسره عنصر في المجتمع المدني الخوف هذاك لازم يزيحه أنه الآن راح تكون كاليات التي تحمي الإنسان اللي ساهم في حماية الوطن وحماية وحتى أنه يسترجع المواطن الثقة طبعا حتى قانون حماية الشهود وحماية المبلغين راحو قيد نعطيك نقطة أستاذة نقطة عزل السياسة عن الإدارة إذا كانت إذا كانت كينا رغبة حقيقية أعزل السياسة عن الإدارة إذا نتخذب قانونها بعد عليها السياسة ننجح إذا كنت أنا كمجتمع مدني مع الرئيس الرئيس الجمعية يكتب البطاقة عن تاعه وروحه وشركة يهب لي رئيس يعطي له كارطة من الداخل إياك مع الاعتماد باللي توري الصفات أنا كاشي الروحي أنا المعلم على روحي وديروا الروحي وعطي له كي الواحد المؤوقات المجتمع المدني منزلت متخليش يروح على كل أنا قلتها في الكواليس ونعيدها أنه لما نتخلى على النرجسية اللي فينا ونتخلى على الأنانية يمكن لنا أنه نحرب الفساد لأنه الواحد يبدأ في نفسه من بعد ذلك ينعكس على كل المجتمع إشكال كبير هو في الاستعداد الفطري عند الإنسان أنه يكون مستعد أنه يحارب هذه الظاهرة بعدين يشوف الآليات ويشوف القوانين ويشوف كذا ويوجود خير بعد خطيها لما هو يساهم تبقى القضية قضية جماعية يبقى دائماً أنه تبقى الوقاية خير من الإلاج طبعاً ولاش نخله هذا الشيء تفشى الفساد يتفشى رغم تفشي الفساد ويكلام رئيس الجمهورية قبل أنه يتفشى بشكل كبير لازمت أن نقوم بعمليات وفتح ورشات كبيرة لتكوين المجتمع المدني وفعالياته وأنه يساهم في نبذ هذه الثقافة لأن الفساد لما نشوفه هنا شوفي الأخت نهضر بكل صراحة لما تكون هناك إرادة لدى القيادة العليا السياسية حتى بالنسبة للمواطن أنا دائماً نقول أنه مواطن لازم يكون كشريك رئيسي وأساسي مسؤوليات مسؤوليات الجميع وشي لرعنا نعيشه اليوم الدعوة على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد المكافلتها والأطياف المجتمع المدني يعني بادرت خير وإنشاء الشبكة للنزاه يعني خطوة إيجابية للمجتمع المدني والإرساء الديمقراطية التشاركية يعني رح نشوفه إن شاء الله في الأيام القديمة ياريت إن شاء الله إن شاء الله سيد أكرم زيدي رئيس الفيدرالية أو الأمين العام للفيدرالية الوطنية المقاونية الشابة إن شاء الله فقط أنه رئيسنا ما يزعف شاب يلا تحية له وكذلك تحية موصولة للأستاذ سعد سلامي الخبير الاقتصادي شكرا لك أيضا شكرا لكم أيضا إن شاء الله نعود ويكون هناك بلاتو آخر يخصح حول هذا الموضوع شكرا كذلك سيد بغتي أحمد رئيس لجنة التقنية والإعلام للاتحاد العام المستمع وكاتب رواي لا يبقى ما يحقروناش في الهضر أقول لأبو بقرا يقول لك سيد لا كاتب رواي شكرا جزيلا لكم